مرحبا نجح التصين بتقليص نسبة غاز الكربون يلي يعتبر من مسببات التلوث الأولى عندهم وفقاً للهدف يلي حطته قبل 3 سنين مضيت وهالأنجاز رح يساهم بشكل جدي بإطاء عواقب الاحتباس الحراري العالمي فاتمكنت الصين من تقليص انبعاثات غاز الكربون بنسبة 46% سنة 2017 مقارنة بما كانت عليه بالـ 2005 وعم تطمح لتقليص انبعاثات الكربون الكلية على أراضية بنسبة 45% بحلول عام 2020 هاد الهدف يلي وضعته الحكومة لأول مرة سنة 2009 يشفت وزارة العلوم والتكنولوجيا بالصين عن الدور المهم والبارز اللي بيلعبوا قطاع الطاقة الانظيفة أو البذيلة مثل الرياح والشمس بتخليص البلاد من 425 مليون طن مكعب من غاز الكربون برغم من الانجازات يلي ذكرناها إلا أنه كثافة الكربون بأجواء الصين بعد أعلى من نسبتها ببقية الدول الصناعية المتقدمة بس بنفس الوقت بتتصدر الصين دول العالم بمكافحة غاز الكربون نرجع لإخبار تأصناف عم بيكون غائم جزئيا لغائم مواطر على فترات بشكل عام وعم بيكون مصحوب بالرعد أحيانا فوق مناطق متفرقة أما درجات الحرارة فبعد عم تنخفض حتى عم تصير أدنى من معدلاتها بأغلب المناطق السورية بالنسبة إلى الرياح عم بتكون غربية لجنوبية غربية معتادلة لخفيفة السرعة عم توصلة 18 كم بالساعة والرطوبة عم تتراوح بين الستين والخمسة والتسعين بالمئة أما البحر فعم يكون متوسط ارتفاع الموج ودرجات حرارة الماء 18 درجة الحم تالسة وهلأ لنشوف كيف عم يكون التقص بالعاصمة السورية دي مش بالساعات الجاية عم yكون في أمطار ودرجات الحرارة عم تتراوح بين الـ8 والـ16 درجة أما هلأ فهم كاملين لنشوف كيف عم يكون تقص المدن والمناطق السورية ورح مثلاً من السبايدة بالمنطقة الجنوبية عم بيكون فيها أمطار ودرجات الحرارة بيدرع عم بتكون بين الـ9 و 17 درجة وبالقناترا بين الـ7 و 13 بالمناطق الوسطى بيحمس وحمى أيضاً كافية الأمطار ودرجات الحرارة بيحمس بين الـ8 و 17 درجة وبيحمى بين الـ9 و 16 أما هلأ فلح نروح على الساحل لنشوف كيف عم بيكون التقص أيضاً مثل كل المناطق عم بيكون في أمطار بطرطوس وباللدقية أيضاً وبالوقت كان درون درجات الحرارة عم تتراوح بين 11 و 19 درجات والمنطقة الشمالية بحلب قدلب من كافية الأمطار ودرجات الحرارة عم تتراوح بحلب بين التسعة والخمسة عشر درجات طل أخيراً ننتقل نشوف كيف عم يكون التقص المنطقة الشرقية أيضاً عم بيكون في أمطار مثل كل المناطق ودرجات الحرارة عم بتسجل بمدينة الحسكة الدنيا 10 لعليات 13 درجة أما أخيرا بدار الزور درجات الحرارة عم تتراوح بين 10 و 17 وتقص مكف في موطر هاي كانت أخبار تقصنا للساعات الجاية أنا هلأ رح ترككم تتعرفوا على أخبار التقص ودرجات الحرارة بأهم الموضوع العربية والعالمية باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة